اشتركوا في القناة وعزم الرئيس عبد العزيز بوتفليف الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة لولاية خامسة وردد الآلاف من الجزائريين في عدد من المدن شعارات الرجاء البيضاوي المغربي حيث تغنت بفي بلادي ظلموني في عدد من المدن الجزائرية وذلك تعبيرا منها عن رفضها لما آلت إليه الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلد وكذا رفضها لترشح الجديد لبوتفليقة بسبب مشاكله الصحية إلى جانب ذلك رفع طلبة قسنتينا نعشا وضعوا عليه علم الجزائر وفوقه صورة الرئيس بوتفليقة وطفوا بها في الجامعة قبل الخروج إلى الشارع وخرج الآلاف من الجزائريين منذ 22 فبراير الماضي إلى عدد من المدن احتجاجا على قرار النظام الجزائري القاضي بترشيح عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة على الرغم من مشاكله الصحية وعدم قدرته حتى على التواصل مع الشعب ومن جهة أخرى وصف نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح أن دعوات الخروج إلى الشارع المتواصلة ما هي إلا نداءات مشبوهة ظاهرها تغني بديمقراطية والاحتجاج ويتواجد بوتفليقة الذي سيكمل عامه 82 سبت المقبلة منذ مساء أول أمس الأحد بجنيفة لإجراء فحوصات تبية دورية حيث يتوقع أن تستغرق إقامته في سويسرا فترة قصيرة بحسب بيان من رئاسة الجمهورية ترجمة نانسي قنقر